النهاردة بلومبرج عاملة تقرير بتقول انه في احتمال لفشل الحكومة المصرية في سداد ديونها وهذا الاحتمال بيرتفع لاعلى مستوى منذ 2013 ده ميلي بيقول ده عنوان عامله بلومبرج قدام حضراتكم اوه بيقولوا انه في احتمال انه هما بيقولوا هذا الكلام في بلومبرج وقعدوا يتكلموا قالوا انه الاضطراب واضح جدا انه الازمة العالمية وازمة الغزاء وازمة الطاقة ارتفع الاسعار التكاليف المصرفات الجارية ادى الى الضغط على الحكومة المصرية التي ربما تفشل في سداد ديونها ده ميلي بيقول ده بلومبرج طب هو انا لما اقول هذا الكلام انقله على لسان بلومبرج يبقى انا كده يعني لأ لازم نشوف الناس قالت ايه وهل الكلام كلام مجرد علم يعني ولا كلام مبتزأ ومختطف من سياقه خلينا اقول لحضراتكم بلومبرج بتقول انه تكلفة التأمين ضد تخلف مصر عن السداد بلغت اعلى مستوياتها على الاطلاق الشهر اللي فات زادت حوالى الف وخمسونة نقطة معلش هو الكلام شكله دقيق وشكله شكله قصدي فني لكنه باختصار يعني لما ييجي انت تاخد قرض من حد من جهة دولية فبيعمل تأمين بيأمن على عدم سدادك لو انت نقدر لازل سترلانكا او بعض الدول اللي مش دافعين تا عرجنتين قبل كده وغيره فهو بيأمن عند شركات تأمين وعند تأمين على القرض بتاعك فبيقول انه الشهر اللي فات تأمين على عدم سداد القروض المصرية وصل لألف وخمسونة نقطة يعني فيه مخاطر لكنه الاسبوع اللي فات انخفض انخفض درجة المخاطر لربعمية لتسعمية واربعين نقطة في نهاية الاسبوع اللي فات يعني تقريبا حوالي خمسمية وستين نقطة تحسن المشكلة ان العنوان بتاع بلومبرج ما قالش هذا الكلام يعني انا لو انا رئيس تحريل بلومبرج هقول ايه هقول انه انخفاض مخاطر عدم السداد للديون المصري لانه هو اللي بيقول من الف وخمسونة نقطة مخاطر الى تسعمية واربعين نقطة لكن هو اختار عنوان او الناس نقلت عنوان انه لا ارتفاع درجة مخاطر عدم سداد الديون انا بس بقول لحضراتكم القصة ايه طبعا فيه مؤشرات بتتكلم كتير جدا على الديون وقالت كمان في بلومبرج انه اصبحت مصر غير قادرة تأمين مزيد من التمويل الخارجي فان مخاطر التخلف على سدادة الديون ستزداد بشكل كبير لكن تبلغ نسبة الديون من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 94% يتعين عليها حاليا سنة ديون خارجية تبلغ اكتر من 5 مليار دولار مقامة بالدولار واليورو في الربع الرابع من سنة 22 و9 مليارات في العام 23 طبعا زياد داود خبير الاسواق الناشئة في بلومبرج قال ان مصر بحاجة حاليا الى حوالي 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 23 السنة الجاية يعني طبعا خلينا اقول لحضراتكم انه عندي اجمال الديون الاجنبية 157.18 مليار دولار اولا اخر كله 158 مليار دولار او 157 طبعا خد بالك في نفس التقرير بتاع بلومبرج قال انه رئيس الابحث السيادية في اف اي بارتنرز اه ماثيو فوغل قال ان مصر ليست سيرلانك لانها لديها احتياطي اعلى بكتير وخيارات تمويل افضل بكتير في المستقبل ومشكلة مصر تتمكن من السيطرة عليها تمكن من السيطرة عليها خلال سياسات اكثر سرامة ودعم الدائنين الرسميين وقال انه مصر ما عندهاش مشكلة لانه نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي الدين الاجنبي 34% انا عايز بس اقول للمشاهد الكريم انه الصحف الاجنبية بتتكلم واحنا ممكن ناخد جزء ناخد نركز على حاجة غيره خلينا نبص نظرة شاملة على وضعنا الاقتصاد